يا أمي نهي هكامل عملية التجميل اللي هل ي Evet نهي همي نهي BE ليه نفسيات بقت كده海 Damon يعني ليه عارفة لو أحد مثلاً مثلاً نبقىᴄ شايتين Ну أحلى و أو شكله حالو أو بقى أحلى نقول ده ده ظهر بعملية التجميل الصرف بين آه بصي هو عمática كل مرحلة وليها شكل وليها لون حتى الأول قبل ما الواحد يعني يخلف بقى اتنين يخلف اتنين مثلا أو يتجوز أو يهتم بحتة أنه هو حد بقى بيطلع في التلفزيون أو الناس كلها بتشوفه أو كذا هتلاقي أن الموضوع كان عادي بس لمجرد الميكب ما كانش قوي الشعر ما كانش قوي اللفس يعني لحد ما فبدأت الموضوع يبقى كل عصر ولو أداني. أنت حبيتي فحلوتي قولي كده على طول. هو بصراحة برضو الراجل. طبعا. دبتي طبعا. طبعا. وقعت على بوزك طبعا بحب جوزي جدا بحب ولادي اللي أنا جايباهم منه لأني ده أحلى ذكرى في الدنيا ما شاء الله. وأحلى حاجة في الدنيا نتاج يعني حاجة نتاج. أنت بقى لك بقى لك بس 6 شهر ما يخلفها صح? آه قولي الوصفة السحرية. رجعتي إزاي لجسمك تاني قولي كل الستات. عملت بصي إيه مينة عشرة ترجعي تاني. بصي أنا هقولك يعني أنا أنا لما زدت زدت 12 كيلو. آه حلوين فيه بيزيدوا بال35. لا لأن أنا ماشي مع الدكتور بتاعي على حاجة. يعني أنا أنا عارفة أن أنت عارفة أن أنت حد مش المفروض يعارفة زي ما بيقولوها بالبلد يديها يفرش. أو يفرش. فأنا كنت ماشي مع الدكتور بتاعي واحدة واحدة. إن أكل إيه وماكلش إيه وإيه المفيد واللي ما يتخنش. وليلي بقى أنت جوزك فعلا هو اللي نزلك الجيم نزلك الجيم وقالك هتروحي. بصي جوزي من أول شهر أول حتى في يوسف والحمد لله في عمر. آه بني خلهم لي رب. يا رب. آه يعني صعبان عليك جرح شوية بس لا يا مينة روحي. فأروح أنا بتسلم دكتور. يا دكتور أيضا نزل الجيم. أعمل ايه؟ طبعا دكتور أشرف ربنا يدي السحر. طب ينزلي يا مينة بس ما تشيلش حديد. ده أقول له لا دكتور أخافش إيش أشيح عليك. مش أبواصلك الجرح. لا مش أبواصلك الجرح. طبعا أنا سمع أنه ما عندوش كرش والحالة النهاردة عن الراجل اللي بكرش. لا أنا عايز أقولك على حاجة بقى. وببناسبة بجد الكرش. يعني عامةً هو ما لهش علاقة خالص بالراجل. لأن الراجل عامةً بيبقى شكله يأما لايق عليه أو مش لايق عليه. المشكلة في أنك بتشوفي حاجات أو بتشوفي حد شكلا وأنه موضوعا الكرش ده تحيس إنه مش بتاعه. يعني فيه رجالة بيبقى عليها كرش؟ فيه. يا شيخة. والله العظيم ما أنا بقولك بس لما لما يبقى كلهم كده عاملين يعني عاملين كرش. عارباً. بيبقى مربعك. تحيس إنهما يعني كده هو. عارف. مكعور وطلع لقيدين ورجلين. عارف الشكل ده شفته كثير. بس يعني الموضوع بيبقى بسيط لا 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 هو ما لش علاقة خالص ما فيه ناس بيتبقى يعني بكرش بس ما بيأكلوش. ها. فيه ناس رفياع جدا 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 وبيدبوا أكل جامد أو ما بيبنلوش. أنا مش ضد الراجل بكرش بس أنا ضد إنه هو يتريع على مرات ويدايقها ويددي لها كلمتين ما نهمش لازمة. يعني بص الكرشك يا أخي لازم هي ترد وتقول لك كلمتين يلقوك مع تبقى. دي حاجة بتنفزني جدا. إن الراجل من دول أصلا بيبقى يعني أولا مش حل مثلا وبعدين أول ما امراته فعلا تبقى كيلو تملة شوية يا حرام يبتدي بقى يعيش عليها الدور يعني هو الوقت بقى إيه براد بيت عارفا أيوة يعني براد بيت يا جماعة يعني تبقى كده بقى إيه طب إيه ده فهي يعني من احترامها له عاوزة تقول له طب يا أخي بص على كرشك يا أخي ستات بتكسف ستات لازيزة وجميلة وبتكسف فهمت حسيان إيه عندها حقيقة مش عايز قولهاك في وشك لكن إنت بكيرش طبعا لو قلتها لو قلتها من باب الهزار على فكرة ممكن الدنيا تتقلب يعني الرجالة بتتقمس؟ والله فيه ده الناس بتتقمس جدا لا يا شيء يعني لأ أنا عندي واحدة صاحبتي إيه بقى لو قالت كده الجزءها مثلا أنا سيقول لها إيه فيها أنت زايدة ومش عارف إيه تقول له زايدة إيه زايدة أمال إنت إيه أمال مش عارف إيه عارفة ممكن تقلب إخناقة إيه ده إيه ده ورجالة تقفش وكده أنا بحسوا بيدحك ويمشي لا 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 خالص فيه ناس كده ممكن ترميالي وستحابي ما بصش على نفسك في مرايا تبوب عندك مشكلة برد تتجرأتي تقول لي لي كده تتجرأتي تقول لي بص في المرايا على كرشك لأ ممكن ياخدها محمل تاني خالص ياخدها محمل تاني فيه دماغها قد كده